اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور الحيوي للقطاع الخاص وإسهاماته الفاعلة في مسيرة النهضة والبناء مشيرا سموه إلى أن شراكة بين القطاعين العام والخاص شكلت عنصر نجاح للمبادرات والبرامج الوطنية الموجهة لخدمة المواطن وخلق الفرص النوعية للجميع لمواصلة تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله اليوم في قصر الإقضابية بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث أشار سموه إلى أهمية تسخير كافة الجهود لمواصلة خلق الفرص الواعدة لأبناء الوطن لافتا سموه إلى مواصلة تبني المبادرات ووضع الخطط الداعمة لأهداف التنمية المستدامة وتنويع القاعدة الاقتصادية بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة التنافسية على مستوى الاقتصاد العالمي تماشيا مع خطة التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين الاقتصادية 2023 واشاد سموه بدور الغرفة البارز وجهود أعضائها في تعزيز دور القطاع الخاص الرافد لمسارات التنمية وتمثيل القطاعين الصناعي والتجاري ودعم التوجهات الاقتصادية بما يحقق الأهداف والتطلعات المشهودة من جانبه أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن بالغ شكره وامتنانه لما يواليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من حرص واهتمام بدعم دور غرفة تجارة وصناعة البحرين بما يعود بالخير والنماء على الوطن وأبنائه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر